اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اضراحيم قناة الجلية العربية اليوم سنتحدث لكم عن مجموعة من المواضيع اولهم هو طلب وظيفة الناس اللي تبروا دائما على العمل اليوم الوظيفة اللي جيبي لكم هو ماجازينياري الناس اللي تخدموا في المجازات وتدروا لا جستيوني دير المجازات احنا جيبي لكم مجموعة من الوظائف اللي مطلوبة ودائما غادي نوري لكم طريقة تقديم الطالب كذلك اليوم غادي نتكلموا على كما تقول المثال اللي مكفافين زادوا فيلا يعني كنت تشوفوا دبا كالكوفيد وكين كل هاد المشاكل كلها في المانيا تم اكتشاف فيروس جديد هو حم الخنازير وهما سموه بحم الخنازير الافريقية هاد حم الخنازير دبارها دارت حالة في المانيا وراها انتقلت احتر ايطاليا لكن يعني الحمد لله ان هاد حم الخنازير لحد الساعة لا تصيب الانسان يعني غير الخنازير فقط كذلك غادي نتكلموا لكم على الناس اللي سيسولوا على الرحلات واش تسدتوا لما تسدتش جايبي لكم احنا حتى واحد المقال بتيتكلم على هاد الشيء وفي الاخير غادي نتكلموا لكم على الخطاب ديال كونتي ديال نهار جوج في شهر 11 واشنا هما الخطوط العريضة اللي اشرحها واشنا هو الحج يعني الاغلاق الذي سوف يتم وغادي نشرح حتى الاخوالي تقول لكم على الاغلاق الحدود واغلاق الطائرات واغلاق الرحلات غادي نعطيكم الخبر اليقين اذا ما تمشوش فيه بعد الفاصل سنواصل اذا كما تتشوفو خوتي خوتتي هنا ادخلت بالموقع تدير ماجازينياري الناس اللي بغوا يدخلوا لخدمه انا اعطيكم الرابط مباشر ولكن انت شوف انت على حسب منطقة انا ذرت ايطاليا انت هنا تقدر تبدل الجهة اللي تابعلك او العمال اللي تابعلك هنا كما تتشوفو كينفي فيرش اللي بيومونتي دائما هذا ماجازينياري ديال امازون يعني تابعين الامازون وهنا إلا بغايت تدير بوبليكال كوريكولوم غادي جوك العروض ديال العمال على حسب انت المقدورات اللي عندك اذا هناك كماجازينياري مطلوب كما تتشوفو كيندائما امازون باكتر شيء كينماجازينياري عاديتو اللوجيستيكا فين في بارا فارماشي بيلا ريكا في كامبانيا هذا بالحق ديرين غير 500 اورو لشهر اللي عندنا برتين بنسبة الناس اللي تابعين جهة كامبانيا كينفي فيانو رومانو هذا في اللاتسيو قريب من نوروما ماجازينياري كذلك كينين مجموعة من الوظائف الخاصة بهذا الاخوان كين ماجازينياري تاني في روما في ستي كارني في ستي كاميني كذلك كين اوبرايو ماجازينياري وانا هذي هي اللي عجبتني لاش هذي اوبرايو ماجازينياري في فيانو رومانو الناس اللي تابعين جهة لاتسيو هذو راهم تيخدموا هذو را عندهم تلاجات تفرقوا المواد الغذائية هذي ستغضى عليهم وانا هذي ستكون مطالبين هذي ستكون بسرعة 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 الاسم ديالك هو الاول والاسم العائلي هو الثاني تدر الايميل ديالك ورقم الهاتف راهم مهم دائما ورقم الهاتف اللي نخدمين به تجيه هنا هذي سفوريا تتغضى عليها وتتكون ديجا انت موجدك الكوريكولوم بعد البي دي اف وتتشارجي وهنا تضغط بانك انت بغيت تتوصل بمعلومات بحال هذه الماجازينياري من شركات اخرى وتدير كونتينيو من اللي تدير كونتينيو اراه هما من بعد تقدروا تتصلبك على حسب الكوريكولوم اذا كان عندك الكوريكولوم عندك تجربة اراه غادي تتصلبك ان شاء الله اذا كيف ما قلت لكم اللي ما عنده في جزات وفيلة هذه هي حمى الخنازير وهما سموها حمى الخنازير الافريقية ما عرفش علش دارو على افريقيا وواش الخنازير البري جات من افريقيا والله الاعلم اذا هذا الخنازير كي ينفين هذا الماراض فينبان في المانيا كل مرة يخرج مرض سبحان الله مرة في الشنواء مرة في افريقيا وفي المانيا قال لك على الرغم الاجراءات التي اتخذ السلطات المحلية يعني هذه المنطقة السكسونية قال لك على اول حاجة امكد محمد الخنازير الافريقية بين الخنازير البرية قال لك ولكن هما منهش خايفين قال لك هذا المرض في الخنازير البرية يعني ولكن هما خايفين بانه سوف يدخل المياني الحلوف العادي لانهم يأكلوا وهو مشغولهم هذو يأكلوا المرض ولا لكن اللي كنا احنا نصحاب قرأت هذه المقالة وقيت وقلت نحاول نشاركوه بارطة جمال اخوان انا خبت لاني يكون نفس يعني الحمى الخنازير اللي كانت قبل اللي هي كانت تتسبحة الانسان لحد الساعة هما قالوا بان هذا الحمى الخنازير الافريقية هراها تصيبه غير الخنازير فقط يعني معرفناش هذا واش غضب من الله سبحانه وتعالى على هذو اللي اللي تدروا هاتش على المسلمين والله اعلم المهم اه الانسان احنا يعني انتهي لك كان عندك حتى كونتاكت اكتخدام مثلا في شي مزرعة او فيها حتى الحلوف هذا حاول تبعد منه لانهم اصلا بلا فيروس بلا شيء خسك تبعد منه ولكن اه لدوره في العامل ولدوره في كتيرا راه كل واحد يحاول يرد باله حنعنش نقول لكم هذه المعلومات باش الواحد ياخذ الاحتياط ديانه فقط باش انت دائما لان الوقاية خير من العلاج ماشي تتمرض عادش في الدواء في نفسك انت خسك تعلم وتكون موليم بالاخبار لدائرة دابا باش انت تكون حاضي نفسك باش انت دخل وزيرة الزراعة تيريزا بلا نوبا يعني وطلبات من المزارع الايطاليين اشنو انهم يردوا بالهم من يعني اه غايدروا واحد المرسوم باش انهم يردوا بالهم من منع هاد انتشارد الحمى الخنازر الافريقية عندهم هنا في ايطاليا لاننا نزيدوا كوفيد ويزيدوا حتى حمى الخنازر الافريقية يعني ايطاليا غادي تستدل بيبان وصافه الله اذا لهذا خاصة مقالك باش يكونوا مستعدين باش ميكونش شي مشكلة لا قدر الله على الاقتصاد ولا اشياء كثيرة اذا غادي نمرو اختارت لكم واحد المقال هذا خصيصا للناس اللي بغاوا يسافروا وتقولك راه الحدود تسدات ولا ما تسدات احنا في الدي بيتشيام يعني في هذا اللي دار اليوم في الخطاب اللي اللقاء كونتي راه وضح بانه راه مكينش يعني لا يتكلم على اغلاق الحدود باتاتا هذه كلام لا يمكن لانه تعزوا هذا المقال ايش تقولك تقولك ان الطائرات امن مكان من الفيروس من الاماكن الارضية يعني لا انت مشيت ولا اركبت في الطائرة راه ما غاديش يمكن تعادى بالفيروس لماذا لمجموعة من الاشياء اللي هنا رأس شارحينها تقولك بان الطائرة راه دائما معقمة كذلك ان ذيكالارية كونديسيوناترا بحل واحد الفنتيلاسيوني تتبدل اللي دائرين هما بذيكالة بريسيوني اللي كينا في داخل الطائرة قالك من الاستحالة ان هذا الفيروس يدخل لداخل الطائرة لكن انت رد بالك بره الطائرة بشرط انك دائما تحترم للمسكيرين تدير ذلك الكمامات في الداخل وهما قالك رعنم ذلك السيستام مادية الفنتيلاسيوني استادوا انجرادوا ذي فيلتراري ربيدامينت يعني إلا كان قاعدت ذلك الفيروس في شي واحد من الناس قادر انه يفيلتريه ويحيدو يخرجو من براء الطائرة يعني تتكون نسبة العدوى يعني قالوا هما 5% فقط لهذا انا اجبت لكم هذا المقال غير من اجل تعزيز ومن اجل ان نعزل الناس لتقولك على الرحلات را غادي نعود لكم الرحلات في البواخر والرحلات في الطائرة را هم مفتوحين ما كانش حتى مشكلة كان بعض الالغاءات ولكن في بعض الحالات اذا كان الاغلاق ماشي دي الحدود ولكن الالغاء ماشي الاغلاق إلغاء بعض الطائرات او بعض الرحلات البحرية كما بعد اخوانك كانوا ترسلمايا بان نرى كائنا الباخرة كانت دي النهار ثلاثة من جينوفا الى طنجا وتم الالغاء والحاجة الوحيدة التي يجبكم دائما تقولها لكم را هم لا تسنوا ويرسلوا لكم ايميل ولا يعلموكم را هم لا يعلموش لماذا اكتر عليهم هذا الشيء او لو عقادي تاتا تمشين تاما في راسك تضيط السيارة وتمشيت لوقف الباطئ وتم الالغاء انا لماذا تنعطيكم دائما جدول الرحلات وتنعطيكم دائما جدول سواء الرحلات البحرية او الجوية باش انتوما تدخلوا وتشوفوا دائما قبل ما تمشي انتا سول على راسك هذا هو اللي خسكم تعرفوا سول على راسك سواء في الطائرة وسواء في الباخرة دائما تسول لربع ايام خمس ايام قبل وبقى تلك كانت لغات سير عدلاجونس راح تلاجونسات موقعوش قادرين انهم تم يتواصل مع الناس لانهم موقعوش قادرين انتواصل كل مرة في الغاءات وفي تغيير فيها اذا انتلي عندك رحلة محددة تبع او احنا دائما ندرك جدول الرحلات انا دارت لكم جدول الرحلات ديال نوفمبر وديال ديسومبر لكن راه ممكن لانا درتوا دباء اسبه تقريبا انا غادي ندير لكم واحد تاني جديد متجدد لان دائما تكونوا واحد تحديث ذي الرحلات في بعض المرات عليهم ان تلغيوه لا تكونوا فيهم الركاب بكتاب اذا انت يحاولوا يحاولوهم ولكنهم متعلموش هذا هو الغلط الكبير انهم مش يتعلموك ويرسلوك الميساج كان بعض الشركات تتعلم ولكن الاغلبية متيرسلكش اذا انتم دائما خوض احتياطاتك باش ما يدعوش لك فلوسك اذا غادي نمرو للخطاب اللي قال كونتي وانا يعني دعلكم واحد الموجز الموجز باسد ديال تلاتة دقائق تقريبا يعني اشنا هوما الخطوط العارضة اللي اتكلم عليها كونتي اذا نخليكم مع هاد الخطوط العارضة وانا نخليكم مع هاد 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 ها ه ها ه ه ردت الفعل للصحفات وردت الفعل للناس وهذا ما مقبول يعني تجسوا النب إذن البارح قالوا بأن همر تشنترو كوميرشالي وركب ماذا بأكده هو الوزير قال لك بأن تشنترو كوميرشالي غادي يسدو ولكن ماشي غادي يسدو غادي ما يفتحوش الويكاند السبت الحد وحتى أيام العوطال لكن بشرط ماذا سيبقى فاتح فيهم؟ كل المحلات تتصد يعني هو قال كل المحلات إلا هما الفرماسيات هما ذلك الطبقاء يعني تنقل الساكا هما السوبر مركاضي اللي عندهم المواد الغذائية يعني هذا شيء ضروري أما الملابس الأحذية كل شيء سدوه كذلك لصالة الجوكي اللعب السينيما كل شيء مسدود إلا هذو اللي قلنا فقط كذلك كما تتشوفوا أنه زاد أكد بخصوص الولاد اللي تقرأوا في التانوية يعني من البريما لتشيو إلى كوينتا لتشيو يعني من الأولى تانوي إلى الخامسة تانوي لأن الناس لا يعرفون بأن إيطاليا لا يوجد نفس السيستام مثلا المغرب في إيطاليا تقرأوا يعني الأولى والثانية والثالثة ومن بعد في التانوي تقرأوا خمس سنين يعني الأولى تانوي تانية تانوي تانيتان الرابعة والخامسة من التي تكمل الخامسة تانوي تشد الباك هذا غير توضيح للإخوان كذلك المغرب لأن هذا عكس يستملكين في المغرب إذن كيف ما شفتوه بأنه هو تيقول تيطمأن بأن يزادوهم حتى المارس يعني حتى الثلاثين مارس كانوا لو تكلمونه شهر واحد يزادوهم حتى المارس كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم كالسان ديقراتيوني كوفيد حتى هما غادي ما يخلصوش الضرائب ولكن حاجة مهمة نبغي نشرحها للناس راه إيطاليا دائما راه تيتكلموا على أشياء كثيرة ولكن تتطبقوا غير النصف إذن حنا دائما معاهم وتابعينهم حتى نشوفوا أشنو غادي ديرو حنا دائما الحاجة اللي هي رسمية كم تنوعدكم هرانا غادي نديرها لكم يعني أي دوماندة ولا أي مساعدة ولا أي حاجة اللي ممنوعة هرانا غادي نوضحها لكم حاجة اللي بغي نزيد نوضحها خصوص التنقل ما بين الجهات هو ما قال هاج قالك راحنا باقي انتنا تناقشو مع الجهات في الطريقة ولكن قال يعني هما يوصونا بعدم التنقل إلا للدارورة يعني إلا للدارورة وتكون متفاضة بوحد الورقة يعني بوحد لوطو ديكيراتسيوني لكن مزاد ما أكدهاش تتسنى في الموافقة دي الجهات لأنهم باقين تتشاوروا قالك هو راح تتكلم معهم وتتسنى في الرد لأنه ندير معهم من بعد هاد الخيطة هذا إذن راه كما تتشوفوا إيطاليا أو حتى أوروبا هو تتكلم حتى على فرنسا وعلى إسبانيا قالك بأنهم كلهم أراهم عندهم يعني إحتهما تعانيهم ورات يحاولوا أنهم يشتغلوا كلهم على واحد الحل نهائي إذن هنا دبا أشنو غد تفهموا من هذا الخيطة أنه غير زاد خداشوية الوقت باش يشوفوا أشنو غد يوقع وأشنو ليجي في قادم الأيام إذن أخيراً غد نمروا الحالة الوبائية التي تسجلت اليوم جوج نوفمبر 2020 هنا في إيطاليا تنشوفوا بأن الحالات اليوم يعني نقصت مقارنة مع اليومين السابقين وهي 22,253 حالة الوفيات 233 يعني الناس التي تشافها 3637 بزيادة 18,333 إذن إذن الجميع الحالات التي وصلت في إيطاليا حد اليوم 731,588 يعني مجموع الحالات المسجلة إذن نرى الجهات لومباردية يعني نقصات مقارنة مع البيع 5,588 بيومونتي 2003 كامبانيا 1861 فينتو 1544 إميليا رومانيا 1652 لاتسو 1850 توسكان 2090 ليغوريا 5190 سيشيليا 1024 بوليا 627 إماركة 372 لابروتسو 472 فريولي فينسيا جوليا 181 وأمبريا 193 سردينيا 324 ترينتو 182 بولزانو إذن كالابريا 154 واريدوستا 122 بازيلي 111 وموليزي 101 إذن كما تشوفوا بأن الحالات زادت نقصة نطلب الله سبحانه وتعالى أنها تبقى في نقص وتزيد نقص حتى تنتهي حتى ينتهي هذا الوباء لنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا يحفظ جميع المسلمين وفي الأخير نطلب منكم اشترك في القناة وتفعيل الجرس واللي يعجبوا الفيديو يدير لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهم شكرا اشتركوا في القناة